يتعظم نفوذ الميليشيات في العراق يوما بعد آخر لم تكتفي بالسلاح والسطوة على المحافظات ومقدراتها بل وصلت تلك اليد المنفلتة إلى الاستثمار والتعاملات الخارجية فهي تتعامل ككيان سيادي مستقل يعمل داخل الدولة من بديهيات الاقتصاد أن الشرط الأول للنمو هو الأمن والاستقرار وذاك الشرط كفيل بانهيار قطاع الاستثمار في العراق غير أن الأمر بتفاصيله يحيل إلى خيوط متشابكة تقود جميعها إلى نتيجة مفادها بأن لا دولة في العراق الكثير من المستثمرين العراقيين والأجانب فقدوا أعمالهم واستثماراتهم إثر تسلط الأحزاب على مفاصل الاستثمار عن طريق جلب مستثمرين تابعين للمكاتب الاقتصادية للميليشيات أو موالين لإيران لتولي الأمر في بغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية لا سيما نينوى وصلاح الدين والأنبار التي صارت بقصد واضح مدمرة بشكل كامل عقب الحرب على تنظيم الدولة عدة تهديدات تلقاها المستثمرون من جماعات مسلحة ومتنفذين موالين لإيران أخذت منهم مواقعهم الاستثمارية التي تعاقدوا عليها مع الدولة وعطيت لآخرين وعن ذلك يقول النائب عن صلاح الدين بدر الفحل إن سطوة الجماعات المسلحة أثرت على الاستثمار بشكل كبير كما أن الأحزاب تعتاش على المشاريع بعد تعيين رجالاتها في الوزارات المعنية واردات المشاريع تصب في جيب الأحزاب التي تفرض على المستثمرين أرباح طائلة تدفع نسبة منها قبل توقيع العقد كل هذا ضمن الفساد الإداري والمالي المتفشي في البلاد والذي ما عاد بحاجة لذليل أو برهان عضو مجلس محافظة صلاح الدين جاسم ممتاز قال إن قطاع الاستثمار يعاني من الفساد المالي والإداري بالإضافة لافتقاد الجهات التنفيذية لخارطة استثمارية واضحة لكل المحافظات كثير من المستثمرين أكدوا أنهم هربوا من العراق نتيجة تسلط الأحزاب والميليشيات المسلحة وتحويل الأماكن التي يعمل بها المستثمرون إلى آخرين تابعين لإيران كي تدر عليهم أرباحا بملايين الدولارات تمويل أنشطة طهران في الشرق الأوسط وتلك بنظر الكثيرين أداة أخرى بيد إيران تلتف بها على العقوبات الأمريكية بعد أن سيطرت على أربع عواصم عربية بكل مقدراتها وهذا ما تعرفه واشنطن جيدا بعد أن وضعت يدها على الكثير من حقائقه ومستنداته